ننتقل إلى حسابات ترغب في دعم أهل غزة وفلسطين عموماً غير أنها حادت عن الطريق إما بحسن نية أو رغبة في جمع الإعجابات والانتشار وهنا يغيب حسن نية من ذلك ترويجها لمنشور يقول مشاهد متداولة يقال إنها أيزنهاور أثناء ضربها من قبل القوات المسلحة اليمنية أمريكا اليوم ستعترف رسمياً مع دبش إنكار فلنشاهد المقطع بالبحث عن المقطع المتداول تبين أنه لا يظهر إصابة مباشرة لصاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية ضد حاملة طائرات أيزنهاور ولا يوثق أي عملية عسكرية في أي مكان المقطع جزء من اللعبة الحربية أرمى ثلاثة وهو منشور منذ نوفمبر من عام 2022 أي قبل حوالي عام ونصف من إعلان جماعة أنصار لا الحوثيين استهداف أيزنهاور اللعبة تستخدمها حسابات عشوائية مؤخراً مع الادعاء أنها تظهر عمليات عسكرية حقيقية وقد فندنا هنا في بوليغراف العديد من تلك المزاعم وبخاصة فيديوهات هذه اللعبة